حول الموضوع ينضم لنا من إسطنبول مباشرة عبر الأقماس طناعية سيد فؤاد عليكو عضو الهيئة العليا لمفاوضات جناث وعضو الائتلاف الوطني السوري سيد فؤاد مساء الخير أهلا بك معنا المعارضة السورية أكدت مشاركتها في مفاوضات أستانا الوفد المشارك في المفاوضات ما الأجندة التي تم وضعها ما المطالب التي سيطالب بها الوفد والمناطق التي سيتم أيضا ضمها إلى مناطق تخفيف التصعيد تحياتي لكم المشاهدين أنا عضو الوفد المفاوض للهيئة العليا ولست عضو الهيئة العليا هناك حيئة العليا وهناك وفد العليا نعم نعم عضو الوفد بالنسبة لأستانا حقيقة الأجواء إيجابية كما ورد في نشرة أخباركم لأنه حصل ما بين أستانا الخامسة وأستانا الستة حصلت تطورات كبيرة ومهمة وإيجابية على صعيد تخفيف التصعيد في العديد من المناطق كما أدى ذلك إلى توقيع عدد من الاتفاقيات في هذه المناطق مثل منطقة الجنوب ومنطقة الغوطة بشقيه سواء مع جيش الإسلام أو مع فيلق الرحمن ومنطقة حمص والآن موضوع القلمون ودمشق الجنوبية أو جنوب دمشق ضمن إطار وقف التصعيد الآن أستانا سوف يركز على تثبيت هذه الاتفاقيات من جهة والبحث بعمق حول كيفية تخفيف التصعيد في المنطقة الشمالية وتحديدا في شمال حلب كمنطقة ترفعة ومنخ ومحافظة إدلب وهو الأعقد من بين الملفات التي يدرسها في أستانا أستاذ فؤاد الوفد الذي يمثل معارضة سياسية في مفاوضات أستانا من من هو؟ من من يتكون؟ أيضا هل أنتم كمعارضة سياسية لكم تواصل مع هذا الوفد وتم تقديم مطالب معينة للوفد لكي يمثل فعل المعارضة السياسية في أستانا؟ المعارضة الوفد الموجود في أستانا وفد عسكري بامتياز وهناك مستشارين سياسيين للوفد العسكري لأن الملفات التي ستناقش في أستانا ملفات عسكرية بحتة تتعلق بعملية توقف اطلاق النار وتخفيض التوتر والإفراج عن المعتقلين وفتح ممرات آمنة يعني بمعنى أوضح سوف يتم دراسة البنود الـ 12 و 13 و 14 من القرار الدولي ولا يدخلون في مناقشة القضايا السياسية فالقضايا السياسية من اختصاص مفاوضات جنيف تحت رعاية المتحدة ولذلك أستانا يكمل جنيف لأن سيد فؤاد نقصد كمعارضة سياسية مطالبكم هل قدمتم رؤية معينة لهم لكي يمثلوها رغم أنهم عسكريون لكن ربما المعارضة السياسية لها أيضا رؤية في ما يخص تثبيت الأمن تخفيف التصعيد بشكل ممكن يستفيد منه الشعب السوري وأنتم بالنهاية تمثلون الشعب السوري ومصلحة الشعب السوري نعم الهدف الأساسي هو وقف العنف في كافة أنحاء البلاد وتثبيت وقف اطلاق النار ومن ثم الشروع بعملية سياسية جدية هذه الإجراءات أو ما يحصل في أستانا بإجراءات بناء الثقة باستمرار القتال لا يمكن الدخول في مفاوضات ولذلك الهيئة العليا للتفاوض مصرة على أن تكون مهمة أستانا هو مناقشة الملفات الإنسانية ووقف التصعيد والإفراج عن المعتقلين وأما الملفات السياسية فسوف يتم مناقشتها في جينيف بمعنى أن أستانا خطوة تمهيدية ضرورية للانطلاق نحو الحل السياسي تحت الرعاية الدولية طيب هل من ربما تفاؤل أو ضمانات أو حتى رؤية بنظرة أمل نحو فعلا تخفيف التصعيد رسم حدود وقف إطلاق النار يعني إلى حد الآن ماذا وصلكم من خلال حتى ربما الوافد المفاوض المتواجد هناك الذي سيفاوض غدا في أستانا لو لاحظنا قبل شهر أو أكثر من شهر من الاتفاقيات التي حصلت في جنوب سوريا وغوطة دمشق نلاحظ أن هناك أن منسوب العنف انخفض بشكل كبير وهذا مؤشر إيجابي جدا وأعتقد أن أستانا سوف يقوم بتثبيت وتعزيز عملية وقف إطلاق النار بشكل شامل وفي جميع المناطق وخاصة سوف يكون التركيز على محافظة إدلب والمنطقة الشمالية لأن هناك لا زال وقف إطلاق النار هشا وهناك منظمة القاعدة الأرهابية المتمثلة بهيئة تحرير الشام أو المسمى بهيئة تحرير الشام وهي فرع من القاعدة فهذا أيضا يبحث كيف يتم محاربة هذه المنظمة في محافظة إدلب وأعتقد كل الأجواء يؤدي بنا إلى القول بأنها سوف يكون هناك نتائج إيجابية ومن خلال ما لمسنا جدية في الموقف الروسي في هذا الموضوع لكن هناك عقبة قد تكون موجودة وهو إيران إيران طرف غير ضامن إيران طرف في الصراع ويقف إلى جانب النظام بقوة ولولا تدخل إيران لسقط النظام في 2013 ولذلك نحن غير مرتاحين بوجود إيران كطرف ضامن في هذه العملية أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا سيد فؤاد عليك وعضو الوافد المفاوض في جنب وعضو الاتلاف السوري كنت معنا عبر الأقماص تنعية من إسطنبول